أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيان مشاط أن مصر تتخذ إجراءات مستمرة لتحفيظ الاستثمار وتهيئة البيئة لمزيد من الشركات بين القطاعين الحكومي والخاص جاءت تصريحات وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع وزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون الدولي بمملكة السويد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنى بأقل البلدان نمواً والذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة وأشرت وزيرة التعاون الدولي إلى ما تقوم به الدولة لتحفيز جهود التحول الأخضر من خلال المشروعات التي تراعي المعايير البيئية والاستدامة والتحول الرقمية في كافة القطاعات وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية